السلام عليكم مرحبا بكم في قناة مطبخ دير خسيهان بطنية اذا اجبتكم القناة وحبيتو تشجعوني ودعموني يخليولي اكبر عدد من اللايكات او الاعجابات وبرتجيو الفيديو عبر جميع مواقع الاجتماعية لما تنسي حبيبتي وغاليتي انتي اللي دخلتين جديدة اشتركي وفعلي جرس ليصلكي كل ما هو جديد مرحبا يا اغلى سلام الله على الجميع ان شاء الله تكونوا غاليتي لباسوا بصحة جيدة ان شاء الله تكونوا كامل هانيين ومتهنيين غاليتي كما راكم تشوفوا الفيديو اليوم سنربحو زوج حويش في حاجة واحدة سنربحو وصفة اصلية للكرب وثاني حاجة نتعرفو على لباري اللي تسهل علينا مهمة طهي للكرب ذكرنا نبدأ ونشرحو ونفهمو مع بعضنا كما معتادوا معودة المعودة غاليتي اني نعطي لكم النتيجة القاوم في بداية الفيديو باش حتى هكا كي تدخل المبتدئة او ديما بازيوع المبتدئة تتشجع وتكمل للنهاية باش تجلب هذا هما المقادير نحتاج لبنات طاحين نحتاج مية وخمسة وعشرين مايو عادي الكس عندي زوج بيضات عندي ملعقة اكل سكر عادي عندي ملعقة اكل زبدة هنا دوبوه انا ما دوبتهاش لتيت مع خدمة الدار نسيت رشة ملح وعندي الحليب السائلة لبنات عندي اربع لترى ماشي نص النص زيد وقسموه على زوج ربع لترى هنا البنات لح شوية طاحين مايو حلوح الكاس كامل حلوح حلوح حوالي ثلاث ملاعق لحت عليهم المغرفة ملعقة سكر ولحت عليهم رشة الملح هنا الزبدة قلت لكم لتيت مع خدمة الدار نسيت تراحت من بالي يوم الاحسن تكون ذايبة ملعقة اكل زبدة ذايبة وزوج بيضات مجمولين نخلطها بهذه الطريقة نخلط مليح لازم شوفوا المراحل هذي تفوتي عليها لان الوصفة هذي وصفة اصلية وكي تتحصل على نتيجة نفسها تبع الخطاوات وتبع النصائح هنا لبنات تخلط لازم تقعد لك ولا كلكول يعني ما يقعدوش في هذا كل حبيبات هنا نزيد نضيف كمية من الطاحن وكمية من الحليب ونزيد نكمل الكمية الاخيرة كيفاش؟ هنا لحت على ثلث دفعات لحت الطاحن على ثلث دفعات والحليب على ثلث دفعات اراه الفيديو يوضح بالتفصيل مفهوم حبيباتك هكا باش نكونوا موضحين البضان ابرك اكيد الوصفة غلياتي راح تلقوها في موقع تلقوها مرفوقة اكيد هنذكر اخواتي وحبيباتي بالتحدي ثاني كيكششاف باللي المشاركة لازم تكون على مدار ثلث تحديات مدة شهر واللي ما شاركتش في التحدي السابق مقبلة تشاف تقدر تشارك وتكتب هاشتاك في قصة الوصف فقط هذا مكان واكيد الربحين اللي راح تحطوا وصفتهم في كتاب كوكباد اهنا يا ربنات هذا هي الاباراي اللي راح نخدم بها ما نكذبش عليكم شفوه هناك شغل مشيكي شغل هي طيفال ومثل السقش ما نكذبش عليكم شفتها في مواقع اجنابية وقاعد نقول يا ربي العزيز تجينا للجزائر باش نقومونديها ونجيبها باي طريقة كانت ما نكذبش عليكم ومعاشتها ما صدقت رهمت امواقع gather و tomati سوفو والله يالبنات أنا لاجرت الحاجة وعجبتني نقول لكم عليها ما نقول لكم شي عليها وانihu ما اعجبتني لك لا ندمج dodge هنا تجعلها وبين نتيج مع هلك حسنا تجعل ت ن significant تجعلها ونجانف IV ملح 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 ونبعد تدريها الطريقة ولا اسهل والله ولا اسهل هنا والشي تبقى ثقبة هكا دريها بالمعقة هذا ما كان خطر كانوا ابنات يقولوا يسا ندير لنا اليقاب واحدة تقولك انا ياكي ندير في المقلع ما نعرفش ندير هذه التقنية تحت الدوار باش تجي دائرية جيني معوجة جيني خشينا وكانت تقولي فيها اللي جي معها حطبا ندير ما تخرج ليش ها هي ياكي والله الفنيانة تخدم صدقوني صورتولي ولادتها يموتوا علي كخاب ديريها المصباح ديري لأشي يطيري في الليل والله لا تذرحي ولا تقلقي ولا تقولي تعبوني ولا اسهل ولا هذي برب ان شاء الله سنجعل بها قدام حاجة ما نصبغش الاحداث لكن سنجرب بها قدام حاجة هنا تطيبوها الابنات هنا الاحمراء باش من ولي وش في حكاية مايش حمرة ولا ديك تحمروا هنا تبقى لطبخي يبقى مسألة اذواق هنا يعني اللي تحب تحمروا لي كخاب تحمرهم ملح تحمر واللي ما تحبش تحمر ما تحمرش تبقى كل وحدة وكيفاش يحب الحاجة كان يحب الحاجة حمرة كاني ما يحبش هذه هي الابنات وكما رأيكم تشوفو راني تعمت اني ما نطيبش وحدة ولا زوج باك بلاباراي تعمت نخدم ونعاود باش نأكد من مزاقية لاباراي باللي صح صح لي رأي رأي نطبق ونفس اللي رأي نطبق فيه رأيكم تشوفو فيهم بعينكم للامانة قدام رباي عفوكا كما قدرش نزيد لكم والحاجة اللي نحب نفرحها يا خواتاتي ذوك نخلي لكم على بلحة تقسيوني وان شاء الله يكونوا اخوات شراو يزديوا حطونا تعليقاتهم في صندوق في اسفل الفيديو عفوا والحجم اللي حالي عجبتني اللي شريت من عندهم راح يديروا تخفيضات اللي بغات اللي بغات تشري من هذا الاباراي احتمال كبير للبنات او مؤكد انه هيكون تخفيض في السعر اللي يجيوا على طريقي يعني اذا تروح تحب تشري تقول لاني شتها مثلا ايبعتتني سيهم ولا جيت من عند تدير سيهم البطنية راح يكون عندها سعر خاص بها مش كما السعر الحقاني كما لكم تشوفوا ها هي كيفي سحنة تقديم هنا راني دفت لها شوكولات طلاق تحبي تستعمليها بالفواكه تديري مثلا البانان ولا تديري فواكه تقطعها مكعبات وتتخطيها مع شوكولات والله كي ما بغيتي هنا يبقى التزيين او الحشو كي ما تحبي وزيينتها من فوق ورشيتها بالسكر الناعم هذه هي البنات الفيديو تالي اليوم كنا ضربنا عصفورين بحجر كنا طيبنا ربحنا وصفة اصلية لك خاف وزينا تعرفنا على الادات او الالة لتسهل علينا المهمة انا ما نكذبش عليكم والله 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 ما ندمت عليها وما نشحها نندم عليها وعجبتني وان شاء الله اي وحده تشريها تفرح بيها وتفرح ولي داتها هذا مكان حبيبتي غالياتي انت المبتدئة ان شاء الله عزيزتي تكون يستفتين في فيديو تالي اليوم وان شاء الله تجربيها وتنجحي فيها باذني الله وتخليلي تعليق اسفل فيديو باللي ركز جربتها ونجحت لك مبقى لغير نقولكم غالياتي انتم في امان الله وفي الملتقى ان شاء الله فيديوات جاية لي فيها حماس سواء كانت فلوك سواء كانت روتينات سواء كانت فيديوات تحفيزية سواء كانت اطباق حلوة ولا ملحة سلام غالياتي في الملتقى ان شاء الله مع فيديوات قادمة الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة